بعد خرق أمني يعد الأكبر الذي يشهده موقع فيسبوك الأشهر للتواصل الاجتماعي التهديدات تجر اختراقات أمنية أخرى لمواقع وتطبيقات ذات سلة بفيسبوك كما حدث مع انستجرام الذي تعرضه أيضا لعملية قرصنة لكن ليس بحجم فيسبوك هذا هو الواقع المخيف أقلق الملايين من تعرض حساباتهم وبياناتهم للاختراق إذا ما تم استخدام تطبيقات من خلال الموقع الأم فيسبوك خاصيتان يمتلكها فيسبوك هما في حقيقة الأمر ثغرتان تسهلان للمهاجمين الوصول إلى حسابات أخرى وصرقة بيانات المستخدمين بحسب بيان الشركة الأولى خاصية فيو آز التي تسمح للمشاركين برؤية كيف يظهر ملفهم الشخصي للآخرين هذه الثغرة تسمح للمهاجمين بسرقة رموز الوصول إلى فيسبوك وتساعدهم بالتالي الاستلاء على حسابات المستخدمين والخاصية الثانية والأخطر أكسيس توكن التي تحافظ على بقاء المستخدمين متصلين بفيسبوك دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر في كل مرة يدخلون الموقع الذي بات ملغما بعيون المتربصين فيسبوك قالت في بيان لها أنه تم إيقاف خاصية فيو آز إلى حين انتهاء التحقيقات أما فيما يتعلق بخاصية رموز الوصول أكسيس توكن فحتى الآن أخرجت فيسبوك تسعين مليون مستخدم من حساباتهم بشكل مفاجئ وهذا كفيل بأن يحمي حساباتهم على مختلف المواقع والتطبيقات وبأن يحدث جميع الرموز القديمة المحفوظة على حساب المستخدم وأن ينشئ ملفات جديدة عند التسجيل والدخول من جديد يبقى ذلك مجرد إجراءات أمنية لكنها بالتأكيد لن تكون حلا جذريا كلما وجد القرصنة ثغرات جديدة يمكن اختراقها سمح سيد العربية